موسيقى كده سعد قال أنت كنت ميت جون أنه لازم نسجن الشخص اللي كان مدير جون قال لأيه قال لحظة 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 دقيقة بدأ يشتغل عقل خالد حس في شي خلط قال الآن الشركة اللي أنا اشتغلت معهم والعصابة هم اللي يخلوني أسجن الرئيس هل يعني جون هو رح يكون رئيس العصابة قال الموضوع ذا على طول سعد قال لأ سعد لا 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 تخاف ترى جون شخص مسالم وحبيب وطيب جون أنا متأكد أنه هو اخترق نظامهم وحط الجائزة أنه يسجن رئيس قسمه لأنه هو اللي تسبب في سجني أنا وجون قال هذا شخص سجننا الآن وش تبغى نسوي يا سعد قال لأ خلاص بينكم سجنتوا الشخص هذا مهمتكم الآن الوحيدة أنكم أنتوا طلعوني من السجن كيف تطلعوني وعلمك الطريقة قال لأ قال لأ الآن أبغاك يا خالد والموضوع أسهل مما أنت توقع قال أبغاك يا خالد أنك الآن تروح للسفارة السفارة هم اللي راح يحلون كل هذا قال نروح لسفارتنا قال رحل سفارتنا هم اللي راح يحلون المشكلة هذه بشكل كامل وراح يوقفون معاك استخرب خالد يعني كل هذه يا سعد عشان تسجن الشخص ذا عشر سنوات وقعد يقول الكلام ذا السعد يلا سعد اسمه ما راح تعرف شي إلا لما نطلع من هنا لا تشيل هم راح خالد خذ أغراضه ولبس لبسه وراح للسفارة سلام عليكم سهل خير هو شيء أعتذر عن التأخير في القصة ولكن أنا شرحتها لكم في نهاية المقطع اللي فات ومع ذا خير أنا قعدت أسجل القصة مدة ساعة ونص أو ممكن ساعة وخمسين دقيقة بالضبط بعد التسجيل هذا في الأخير أكتشف أني مقفل الصوت عن طريق المقصر لوني حاطت السماعة لذني كان انتبهت أن الصوت مقفل عشان كذا تأخرت في تنزيل القصة جوما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا الضغط على لايك وتشترك في القناة وقلنا شوي على المليون المتابع تنويها خير الناس اللي تقولوا ساما أنا أخذ مقاطعك ونزلها في التكتور جمعة الخير خذوا اللي تبغون يا جمعة الخير رعادي لا تشيل هم خذ اللي تبغى بدون ما ترجع لي حرفيا النقطة هذي قعد عاني فيها الفترة خيرة بشكل كبير خذ أي مقطع داخل قناتي بدون لا تستأذم مني نهائيا الموضوع فيه منفع لك سويه يلا خذ نبغى اليوم جمعة الخير رح نتكلم سعد يوم طلع من بيته أبوه خالد اكتشفنا انه وصل هناك ولكن سعد كيف وصل للمرحلة هنا سعد جمعت الخير أول ما قرر انه يطلع بره يدرس وأصلا سعد كان يقول ان حياتي في البيت كانت مرة سيئة بالأب مدمن الله لا يبلانها وأخوي كبير برضو كذلك وأمه كانت متوفية جاء قرار للبعثة للناس اللي متخرجين من مرحلة الثانوي أي شخص حاب يبتعث وجاء قرار للبعثة يا جماعة خير في ذيك الأيام قالوا أي شخص حاب يبتعث يجيبنا ورقة بتوقيع ولي أمره طبعا سعد يقول لو رحت لأبوي وقلت له رح يرفض في البداية أنا رفعت يدي ووافق قدت الورقة هذه ورجعت للبيت وقلت أقول ميد أبوي ما أقول له خلني ساكت لين أشوف نهايتها وكانوا المدرسة نفسهم طالبين برضو مننا جواز السفر للناس اللي يبغون يبتعثون بعد مرحلة الثانوي قال أفضل وقت رح أكلم فيه أبوي اللي هو الوقت اللي يكون أبوي فيه خارج التغطية حرفيا ويكون مخفاصل وما عنده أي تركيز لو أكلمه في ذاكل الوقت رح يوافق مباشرة وحرفيا ننتظر الوقت اللي يكون فيه أبوه خارج التغطية وراح وكلمه وأبوه وافق قال بس يا يبا ووقع تحت وبصم أنك أنت شخص موافق أني أطلع في هذه الرحلة طبعا أبوه باعتقاده أن هذه بس رحلة وبيرجع أن يومين ثلاثة يام وراح يرجع ما يدري أنها بعثة خارجية لأنه كان خارج التغطية نهائيا يقول سعد يوم شفت أبوي يوقع حرفيا استانست ورحت قلت ميد أخوي وهو طلع هو وأخوه الثاني وأخوه سوى نفس الطريقة وراح لأبوه وخل أبوه يوقع واطلعوا اثنين هم في نفس الرحلة وهي بالحقيقة البعثة وسافروا بعد فترة أبوهم أدرك أن عيالهم موجودين حرفين يا جمعة الخير الشخص المتعاطي يخرج عن العالم الحقيقي بشكل كامل الله لا يبلانا يا رب سعد يقول رح جبت الورقة هذه أنا وأخوي ورحنا للمدرسة نعطيهم إياه وجبنا جوازاتنا معنا أخذنا الجواز ورحنا الله يسلمكم للوزارة طلعونا من المدرسة قالوا يالله ترحون أنتو الوزارة كنا حنة وثمان أشخاص اللي هم سعد وأخوه سعد وستها معهم هذولي بس اللي يطلعوا من المدرسة وفي ناس بيجوم المدارس اللي بره يجتمعوا ناس كثيرين يقول صار عددنا 25-26 طالب والطلاب هذولي كلهم هم اللي راح يبتعثون إلى أمريكا قال طبعا حنة ما ندري يعني سعد يقول حنة ما ندري المهم هم في المطار وقعدين يسولفون وكل واحد يناظر الثاني ومبسوتين وأول مرة يطلعون بره ذي كل الأيام من الشخص اللي يطلع بره ويدرس هذا شخص عظيم مرة والشخص هذا متطور واصل مرحلة صعبة إنك تطلع بره ابتعاث وتدرس أنت شخص استثنائي وكانت حرفيا نظرة الناس اللي ابتعاث هذا وهي في الحقيقة أصلا هي النظرة الطبيعية إن طالب العلم دائما يكون شخص مختلف عن الشخص العادي المهم اطلعوا وتعرفوا على واحد هناك معهم والواحد هذا اسمه محمود أهلا يا محمود كيف حالك وصار محمود خويه ولكن ليش الفرق محمود هذا يا جماعة الخير كان رائع على حسابه الخاص ولكن سعد يا جماعة الخير رائع على حساب نفس الدولة محمود صار خويهم ياكل ويشرب معهم طبعا يوم وصلوا لأمريكا يا جماعة الخير في عدة ولايات سعد انفصل عن أخوه لأن كل واحد تخصص مختلف ويدرس في جامعة مختلفة محمود صار في نفس جامعة سعد يقول سعد والله محمود كان شخص استثنائي وشخص جميل مرة يقول والشخص هذا فيه سبحان الله قبول غير طبيعي وشخص على نياته يعني مستحيل يضرني ومستحيل يسوي لي أي شيء صار يمشي هو محمود رايح جاي يطلعون البقالة رحون سوبر ماركت رحون أي مكان يأكلون سوا يفطرون سوا خلصوا الشهر الأول الشهر الثاني جت لإجازة والموم يوم جت لإجازة سعد جاء أخوه من الولايات الثانية وتقابلهم الثلاثة محمود وسعد وأخوه يقول سعد في يوم من الأيام هذا محمود تعرف على ناس والناس هذولي من نفس الولاية اللي في أمريكا يقول تعرف عليهم محمود وكانت حياتهم مرة كويسة يقول ولكن فيه ثنين ثلاثة يعني يستخدمون بعض المواد المخدرة يقول سعد أنا بمن خبرتي في البيت وأعرف الناس اللي يتعاطون وأعرف كيف أشكالهم وأعرف كيف أسلوبهم كنت أحذر محمود محمود كان ما يدخن ولا يسوي أي شيء ولكن سبحان الله دايما الشخص الطيب دائما بأحيان يطيح في ناس حرفيا نفس كذا في الصاحب ساحب سواء كنت طيب في المجتمع راح يغيرك أو أصدقائك بلا الصح راح يغيرونك عشان كذا يقول لك أخبرني من أنت صاحب فأخبرك من أنت المهم في واحد من أخويا محمود بدأ يعجب سعد وشخصية سعد وعمل سعد سعد هذا يجمعات الخير طالع بره بتخصص برمجة الشخص هذا مبرمج درجة أولى وهذا خوي محمود اللي أعجب بسعد كان أبوه يعني ذو نفوذ وأبوه كان عنده أعمال ومعروف في الدولة جئ المهم في لي جاهزة قال ما يتساعد وش رايك يا سعد نطلع سفرية أنا وأنت وأخوك ومحمود وش رايكم نطلع سوا والمنطقة هذه تبعد ما يقارب ممكن 800 كيلو 900 كيلو تحتاج رحلة عن طريق الطيارة قال خلاص ما في مشكلة كل واحد جمع مبلغة والأمور زينا هذا خوي محمود عشان يجرهم قال لهم سكنكم راح يكون عندي أبوي في المنطقة الفلانية هذه عنده بيت ورح نسكن فيه قالوا خلاص ما في مشكلة بالعيقص رح يكون فيه توفير ويعجبوا بالفكرة ولكن أخو سعد في آخر مطاف قال أنا ما نرايض تبقى أن ترعون خلاص الله يستر علينا وعليكم قعد أخو سعد ورجع للولاية اللي هو كان عايش فيها صار اللي في الطيارة محمود وسعد وخوي محمود اللي معجب بسعد كانوا يسولفون وكانوا يتكلمون يقول في الرحلة كانت الأمور زينا يعني في الطيارة ولكن أول ما وصلت المنطقة اللي هناك المنطقة السكنية اللي رح نعيش فيها يعني كانت جهازتنا بس أسبوعين ونخلص الأسبوعين هذه على سلام ونرجع يعني جايين ننبسط ونغير جو ونرجع والولاية هذه والمدينة هذه كانت معروفة يعني بالسياحة بشكل كبير يقول قام يكلمني هذا اللي هو أخوي محمود قام يكلمني عن العيشة هنا وقام يحببني بالعيشة مثل حنا في كذا وحنا عندنا كذا وقام يتكلم يعني بشكل كبير عن الدولة اللي هو فيها قالها ترى عادي تقدر تاخذ جلسية ذا انتحاد تقدر تكون معنا مواطن وتعيش معنا يعني الأمور سلامات يعني قصد الأمور سهلات والأمور زينة قال له والله سعد لا أنا ودي والله أخلص دراستي وخلص كل شيء وأرجع لدولتي قال له خلاص ما في مشكلة بس أنا يعني إذا أنت تبغى تصير مواطن معنا ما في مشكلة بنضبطك وبن يعني زي اللي يقول بنسنعك ولكن لازم دولتنا تستفيد مني وتوقع النظام هذا صدق موجود في أمريكا أتوقع والعلم عند الله أني سمعت واحد يتكلم عن نظرية هذه بالمهم سعد بيّن رغبة أنه رافض مستحيل مستحيل وسابع المستحيلات أنه يوافق هذاك أصر عليه عليه أصر عليه أصر عليه قال له مستحيل يا أخي أنا عندي أهل ينتظروني عندي أبغى أرجع لبلدي أبغى عيش أبيتزوج أبغى توظف يعني كان سعد راسم خطته وما يدري معنات سعد أن أبوه كان متعاطي وأخوه الكبير وجاي هنا بس يبغى أنه يعني ينجح بعائلته المهم وهم راجعين قام هذا خوي محمود حط شيء في شنطة سعد واتفق معهم والواضح أنه اتفق معهم سعد وخلاص بيركب الطيارة ووقفه لجنة التفتيش ووقف على جنب في تفتيش كده يقول جاع شوائي ووقفه سعد على جنب وقعدوا يفتشون 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 قال أها معاك مادة مخدرة سعد يقول أنا خفت لأن أول مرة أشيل في يدي بنفس الكمية هذه اللي تكون مخصصة المتعاطين يقول أنا خفت بشكل كبير يقول قلت لهم خلاص وكيف خلوني على جنب طبعا ركوب الطيارة ما رح أركب رح ترجع الله يسلمك ليني حق يقوم في أمرك أخوياي طبعا ركبوا الطيارة أنا كنسل رحلتي أخوياي ركبوا الطيارة ورجعوا ليهم محمود وخوية يقول أنا رجعت وهدفي وين أتوجع على طول السفارة ما رح أوقف هدفي الوحيد أني أوصل السفارة بأسرع وقت ليه؟ يقول لو ودوني للشرطة ما رح يفكونني ما رح يخلوني نهائيا قل وأرجع ما رجعت للولاية حقتي ورجعت لنفس الدولة أو نفس الولاية اللي أنا فيها ورحت يا جماعة الخير للسفارة أول ما رحت للسفارة أهلا وسهلا وش السالفة؟ والله السالفة كيت 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 قال لهم السالفة كاملة من إله وقال لهم فيه شخص عرض عليه كذا وشخص وحدد لهم الموقف حرفيا خلاص حنا رح نوصل لك الولاية عن طريق أنه أنت بتكون مع الأمن الخاص بالدولة واخذوه في السيارة وتوجهوا للولاية اللي هو فيها طب علوم في السيارة قاعدين تناقشون مع سعد قالوا من الشخص هذا وعرفنا عليه ووش وضعه قال أنا والله شخص ما عرفه هذا خوي شخص بعاي يعني بدأوا يتباحدهم في الأمور بشكل كبير قالوا خلاص هذا أنتبه منه ونا رح ندرس الحال هذه وراح يكون بيننا وبينك تواصل يقول رجعت للدولة هذه ورجعت للجامعة وخوي محمود شاف سعد قال لشلون المطار خلاه يتجاوز ويوصل الولاية هذه مفروض الآن الشخص هذا مسجون أقل شي توم يعني بياخذيه أربع شهور ثلاثة شهور وشلون قدر يتجاوزهم ومن سمح له فأكيد إن سعد هذا شخص مطبيه أكيد عنده نفوذ أكيد أكيد قام يعني بتخرب من الشي هذا طبعا إذا كان فيه مخصص الأمن الدولة ما يمر على نقاط التفتيش لأنه مخصص للدولة معينة ويكون لهم مسارات خاصة مثل ما أنتم عارفين ويقول سعد أنا حاولت الجنب محمود وخوية وصورت أدرس مرت السنة الأولى مرته السنة الثانية في السنة الثانية أخوه اللي كان مع سعد جاء لنفس دولة سعد لأنه نقل تخصصة كان يدرس تخصص ونقل من تخصص لتخصص وقالوا التخصص هذا عند جامعة أخوك سعد وراه عاش عند سعد صار سعد واخوه مع بعض يقولوا تستمر الأيام وستمرت الأسابيع ورجعنا ندرس خلاص باقي سنة وأرجع باقي سنة وأخذ شهادتي وأرجع يقول لأحط في الأيام الأخيرة ناس يوقفون عند الباب وناس مخيثين والناس عذولي ناس يعني مو طبيعيين من يقول من جسمهم من شكلهم كانهم ناس كذا سفحين عصابات يقول أنا خفت والمشكلة الأكبر أني خفت على أخوي أخوي ما يدري ما قلت لأي شيء من يصار وخاف أنه يتأثر أو يجيه شيء وكان توقع سعد توقع سليم وطالع في يوم الأيام رايح للسوبر ماركت يقول كانت معي سيارة قديمة من نوع شفر موديل 98 يقولوا أنا واقف عند الباب ودق السلف يقول السيارة طبعا ويقعد تشتغل طوله في تشتغل 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 ويدق السلف الثاني يقول أنا قاعد يدق السلف الثالث والجو كان برد مرة يقول لها شوف اثنين يمشون لم إلا واحد يطق القزازة ناظر كذا فيه سعد قال لها أنا قال لها نزل القزازة نزل القزازة قال لها بالمعنى الصحيح قال لها اسمع اللي موصيهم والشخص خوي محمود يا جماعة الخير قالوا لها لو ما تشتغل مع صديق محمود ترى ما راح يكون خاطرك طيب شفت أخوك هذا اللي جوا ما راح نخلي الموضوع عدي على خير يعني يقولون بالحرف الواحد لو انتماديت وما اشتغلت أخوك اللي جوا سلم عليه أبغى أقوله أنا عشان يوتيوب ولكن سلم عليه من الأخير قاعد يعني يقول يعني شو راح تسوون يعني راح نعطيه أبر تخليه هلوس يا نخليه يا رجل يدخل في أي جريمة يعني من النهاية هو رايح رايح من الأفضل أنك تشتغل معنا يلا خلاص أنا راح أفكر الموضوع بعلمك يقول أنا لديك رايوس وراجع وأناظر العصابة وناظر اثنين واقفين ناس غريبين ذا البرد والموقف مخيف يقول أنا ويروح البقالة أشتريه لكذا شغلة وأرجع أصلي الفجر وأنام يقول كان الموضوع مخيف لأبعد درجة قل دقيت رايوس رجعت مشيت سيدة اللي يمروا اللمي خط يضربوا اللابوري ويمشون يقول قاعدت أفكر رحت للبقالة والسوبر ماركت وعقلي مشغول مشحون مصدوم في شي غريب في شي قاعد يصير ماهو في الرتمة الطبيعي يحدين يهددوني بأخوي موضوع ماهو بالوضع الطبيعي رجع سعد للبيت بعد ما خلص أغراضه يقول ما كنت أصلي أحس بالوقت ورأة في السيارة ورحت وجيت وما أدري وش جبت دخلت البيت مصدوم منصدعت على السرير انتظرت لين وقت الصلاة صليت بعد الصلاة يقمت أستشير نفسي أقول الآن وش أسوي هلأ كنسل دراستي واركب طيارة واخذ أخوي ولكن وش أقول لأخوي هلأ علم أخوي أخاف أني خاف واستغرب يقولنا قعدنا ثلاث سنوات خلن نصبر ذا السنة الحل الأنسب أننا نرجع ولكن ما أبغى أرجع لأن خلاص ما بقل السنة ولكن ممكن لو قعدت السنة هذه أفقد أخوي وصاير وش حاصل علموني وش حاصل قلب هايميني سار سعد بحرفية أن جاء قرار في راسك يالقرار أني أنا وروح أتواصل مع السفارة والسفارة هي لي راح تحللي كل هذا يقول سعدة أنا راح توجهت للسفارة دخلت على السفارة فتحت الباب استقبلوني رحبوا فيني بحفاوة تامة مرحبوا ومسهلة وش فيك بس يقول قمت عش راح لم الموضوع وأن الموضوع صار معي كيت 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 والموضوع صار بالأسلوب هذا وش أسوي قالوا لأسمع ما لك إلا ترجع والحل الأنسب أنك الآن نعجز لك تذكرة وترجع لبلادي تقول لبلادي أصلا حتى الدخول فيها فيها قروشة شوي دخول وخروج بتسبب لي قروش الموضوع راح يسبب لي قروش يقول ولا أبغى قابل أبوي طبعا سعد هذا كله ما يدري أن أبوه دخل مستشفى واخوه سعود انسجن وأشياء كثيرة ما يدري عندي مسكين مغيب حرفيا قالوا لأ خلاص اسمع اختار اختار يا أنت يا أخوك نعطيه الشهادة حمث المقصد أنه بيعطون واحد من أخوانا شهادة أنه خلاص تخرج وتم التراسه وبقي لسنة اختاروا واحد منكم واحد منكم راح يقعد سعد مباشرة جاء في راسه أخوه أخوه اللي رجع للبيت وكانوا يسألونه عن سعد قال أخوي ورا علم أخوه السالف وعلم كل شيء قال أنا أبغالي سنة وبيل له الموضوع أنت رأسار كيت 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 شرح له موضوع من الأخير يعني أنا خلاص صار على المحك أخوه استقبل الأمر والموضوع ومشاه قال خلاص أعطوني شهادة ورجع لنفس الدولة حقتها بقي الآن سعد هناك قال سعد أنت الآن ما عندك لأخيار واحد تستمر وإذا طاح الفاس في الرأس حنا بنسنعك ولكن راح نسنعك بسلوبنا بس راح تطوم أنت همشي عندك شهادة قال إيه قال خلاص إذا همشي عندك شهادة حاول أنك تشتغل معهم بشكل بسيط لأنه نخلص أمورك وتمشي قال لم خلاص راح الخوي محمود وقعد يسولف معه ودخل معه قال أنا ما راح ذا ولكن راح أشتغل معكم أنا ما أبغى منكم جلسية ولا أبغى منكم شيء ولكن أنا أبغى أشتغل معكم ولكن ترى آه كان شيء بفلوس وما يدري إيش يلا خلاص تمام صار يشتغلون عن طريقة وعلى الهاكينج وعلى أمور هاتف بعد فترة يا جماعة الخير نلاحظ قوي محمود نسعد معه تواصل مع السفارة انهبل فقال لازم أسجن الشخص هذا في أسرع وقت وسعد كان ما يدري يحسب الموضوع خلاص مشى ينتظر بس يخلص دراسته ويهج ويخليهم يقول في يوم من الأيام دخل علي واحد الكافي والكافي هذا كان حق أبو الولد اللي قلناه في الجزء الثاني يقول قال لي افتح الشبكة بالجوال يقول افتحت الشبكة يقول ثمان دقائق تسع دقائق يقول لشرطة مقفر المكان يقول هذا الشخص أرسل رسالة هددية لأحد الجهات الحكومية الموجودة هناك يقول من حصة لو صاحب الجهاز أنا ليه أنا لأنني أنا كنت فاتح لشبكة وفبركه الفيديو ولزا كل شي في ظهري يا سلام طيب وستنفت جون سعد كيف تعرف على جون يقول في مرحلة تحقيقات عادي يخلونك تروح بيتك وترجع والموضوع طبيعي ولكن ترك مراقب يقول في يوم من الأيام أنا عرفت إن كل شي ثبت عليه رحت ووصلت مع السفارة قالوا بنحاول نحللك الموضوع ولكن قلنا لك من أولا خنطلع ولكن ما رح نخليك يوم شفت الموضوع تقفل رحت للسفارة عرفوني على شخص اسمه جون قالوا جون هذا شغال معنا هو الشخص اللي رح يفيدك هو الشخص اللي جلسيته من نفس الدولة هذه رحل جون وقعدي يشرح له جون أنا الموضوع صار لي كذا 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 وإنه صار كذا 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 قال جون قال اسمه أول مهمة تسويها صفر حساباتك البنكية وهات الفلوس أنا أمسكها لك طبعا جون شخص ثقة يا جماعة الخير شخص ثقة 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 مرة أخذ مبلغ ما يقارب 280 ألف دولار قال هذا أول شي تسويه لأنهم رح يقفلوه على حساباتك البنكية ورح ياخذون فلوسك خلوناها للدولة الفلوس هذا على الأقل نستفيد منها نجيب لك محامي يطلعك بعدين قال ثاني شي أنا براح أكون تواصل بيني وبينك ولا تقطع التواصل وعطاه جهاز جوار صغير قال تواصل معاي فيه يقول جال يوم اللي يبدخلوني فيه خلاص الحبس بنحبس والحبس هذا ما هو سجن لا حبس بسيط مرة يقول على أن الفترة بتكون أسبوعين ثلاثة سوبيع يقول كنت تواصل مع جون بشكل متكرر في يوم الأيام جو بينقلوني من الحبس للسجن يقول وتقفل كل شي موجود معاي خذ الجوال وكل شي معاي فتشوني تفتيش دقيق وانقطع تواصلي مع جون ولكن سالفة الساعة هذي كانت مع الفلوس ساعات روليكس الساعة هذي كانت موجودة ولكن قال جون منتساعد خل الساعة معاك هذي ممكن يوم الأيام تحتاج شي وتقدر تبدل فيها عن طريق الساعة وصدق الساعة هي نفس الساعة اللي عطاها خالد عشان يعرف جون يقول صارت السالفة هذي كلها مفتعلة من خوي محمود هذا اللي هو أصلا كان مدير جون والشخص هذا معروف بالفساد شخص فاسد فاسق حرفيا فاسد فاسد لأبعد درجة وجون كان هدف الأساسي انه هو يسجن عشان ينتقم منه والسفارة حقة سعد كانت تبغى تطرح هذا المجرم عن طريق السفارة عشان يقدرون يطلعون سعد كيف بأعلمكم لما يطرحوا المجرم هذا عن طريق السفارة مثلا معينة وانهم قبضوا عليه والشخص هذا كان متبلي على شخص من مواطنيننا نقدر الرد فيه وبهذا يجمعت الخير طلع سعد من السجن ورجع هو خالد الى دولتهم الى هنا وصلنا نهاية قصة اليوم عارف ان القصة طويلة ولكن والله العظيم المواضيحة حماسية لأبعد درجة اذا عجبتكم اعطوه رأيكم تحت في الكمنتات لا تنسوا الضغط على اللايك وتشارك القصة في مكان نشوفكم مالله سلام عليكم اشتركوا في القناة